كورونا وأمراض أخرى تجتاح عدن وعدة محافظات في ظل شبه عدم للخدمات الصحية وضعف حكومي عن إيجاد حلول عملية لمواجهة الأوبية حيث وعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ تسجيل تسع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا حالة واحدة في حضر موت وثمان حالات في عدن ما يرفع عدد الحالات المؤكدة في اليمن إلى 21 حالة بينها ثلاث حالات وفاة يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع بيانا سابق لمنظمة الصحة العالمية حذر من احتمال تعرض أكثر من 16 مليون يمني للإصابة بالفيروس إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لحماية المواطنين هناك حميات أخرى منتشرة مثل حمضنك في العاصمة عدن من الأسبوع الأول في يناير حتى 25 أبريل سجلت 49 حالة وفاة في العاصمة عدن بحمضنك وثلاثة ألف وثمانين حالة إصابة بحمضنك في العاصمة عدن ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء كورونا تزامن مع ارتفاع آخر في عدد الإصابات بأمراض أخرى تطلق عليها وزارة الصحة بالحميات ووفق وكيل الوزارة والمتحدث باسم اللغة العليا للطوارع علي الوليدي فإن عدد الإصابات بلغ ثلاثة ألف وأربع وثمانين حالة خلال شهر واحد بينما وصلت عدد حالات الوفاة إلى 49 في مدينة عدن فقط الوضع في عدن خطير للغاية وفق مصادر طبية ومحلية فخلال يومين توفي في مستشفيات وعيادات المدينة ما يقارب عشرين شخصا بأمراض مجهول نوعها في الوقت الذي لم تستطع فيه بعض الحالات المصابة الوصول إلى المستشفيات بسبب إغلاقها أو غياب أجهزة الفحص عنها ما أدى إلى وفاة بعضها في المنازل حالات الإصابة بالحميات حملت أعراضا قريبة من وباء كورونا ما جعل البعض يصف الأمراض التي تنتشر في عدن بالوباء الغامض حيث لا يوجد تأكيد رسمي حول نوع المرض في ظل توقف فاعلية المؤسسات الصحية بسبب النزاع حول الإشراف عليها بين الحكومة وميليشيا الانتقال وهو ما يضع حياة المواطنين تحت الخطر المستمر